عايز الاولى بلما اتكلم عن ماطش الالي والمصر يقول لكم ان حسين الشحات في القصة بتاعت لجنة التظلمات احنا عارفين انه بيرامدز قدم شكوى وقال انه العقوبة لا تساوي الحدث اللي قررتها لاجت المسابقات المباراتين ايقاف حسين الشحات مباراتين وغرامة 20 الف جنيه لجنة التظلمات وما نقشتش الموضوع وانا اعتقد ان الموضوع زي ما قلتلكم قبل كده انه انتهى يعني هي مش هتخش في القصة دي على اعتبار ان العقوبة صدرت من لجنة المسابقات وده من ضمن المهام بتاعتها يعني فاعتبرت انها لا يحق لها التدخل في هذا الامر فخلاص موضوع حسين الشحات اتقافل على مباراتين في الدوري لكن بيرامة زي خاد النهج التاني القضائي وزا ما قلتلكم قدم بلاغ رسمي للسيد النائب العام في حسين الشحات والموضوع هياخد سكة تانية اخرى ده بمحامينه ده بمحامينه وحنشوف جيم قضائي خلال الفترة الجاية ونشوف في الاخر يخلص عليه يخلص بتصالح يخلص بقضية يقول لواحد بقى هبتدي يشتغل الشغل بتاعتها الفترة الجاية النهاردة الاهلي انهى الموسم بانتصار مهم على الناد المصري عشان ينتهي الموسم الاهلاوي الاحمر بنجاح منقطع النظير ولما بنقول كسبنا افريقيا بنتكلم على الاهلي كممثل للمصريين في افريقيا والاهلي حقق نجاح في كل البطلات المحالية اللي خضها السنين يعني موسم تاريخي للناد الاهلي يعني التاريخ حيذكر للناد الاهلي ان في موسم 2022-2023 كل حاجة دخل خدها ويشارك حتى في كاس العالم للاندايا وعشان خاطر الموسم يكتكتامل روعته ويكتامل عبقريته وانه يبقى موسم تاريخي اللي قال يشارك في كاس العالم للاندايا رغم انه ما كانش ليه حق لانه خسر البطولة السنة اللي فاتت لكن تيجي المغرب تنظم كمكافئة الليعة للتقلق في كاس العالم في قطر فيبقى الوداد بيشارك بصفة المنظم مش بصفة البطل ومنفعش يشارك ناديين من دولة واحدة فيخش التاني وراء الاهلي يشارك عشان تكتامل عظمة الموسم الاهلاوي فالاهلاوي فالموسم عشان يكتكتامل العظمة لازم يكسب النهاردة دور التمانية قدام النادي المصري والحقيقة النادي الاهلي اكتر نادي بيعرف ازاي يكسب المتشات ودي ميزة كبيرة جدا حتى وانت مرهق ومجهد ذهنيا وبدنيا واصابات وكل الكلام ده لان الاهلي قدر يكسب والنهاردة لما كنت بقول لكم من شوية من فترة يعني انه حرس الانديك كبيرة بتبقى عايزة حرس مرمى كبير وعملاق نارده الشنهوش قال جونين انفرادات من مروان حمدي يعني يعني فهو ده اللي انا كنت تقصده ان انت حتى لو الفرقة بدنيا او ذهنيا او مجهدى فيبع عندك حرس مرمى يعرف يشيل الفرقة وقت الحاجة والضرورة وده اللي الشنهو عاملوا النهاردة بصراحة يعني وكسب الاهلي وبصوا الجول جاي البنال الجول الجاي بتاع المصري في الديئة كام خمسة وتسعين الديئة خمسة وتسعين مش كده فيقوم الاهلي يتعادل في الديئة سبعة وتسعين يعني شفت بقى كمان يعني اللي يأس يوم يجيب التعادل في الديئة سبعة وتسعين وبنالتي انا سميت وقلت يعني اربع لقطة ليه ولا كان محتاجي يعمل كده الياس الجلسي يعني سين الشاحات لما سحب السحبة وده لفي بجسمه الياس الجلسي وبقى حسين بقى في ظهره بتشده من الفانيلا والحاكم يحسب ركلة جزاء انا شايفها صحيحة لكن انا في الاخر رأيي